بوستخلال رحبا للبطولات انتخابت البطولات كتير ما شاء الله مع النادي الاهلي هل تكلميني عن أصعب وأغلى بطولة؟ أصعب وأغلى بطولة بالنسبة لي مع النادي الاهلي كان بطولة الدوري الموسم القبل اللي خات هو الموسم كله بالنسبة لي ده أغلى موسم في حياتي الفرقة وفي حياتي أنا يعتبر أخذنا فيه الدوري والكاس ومنطقة الكاهرة مش أول سنة أن احنا ناخد التلات بطولات بس السنة دي تحديدا كانت جاية بعد دروب حصل لنا الموسم اللي كان قبله ما أخذنا شوالا بطولة خالص فبالنسبة لي كانت تارجت جامد يعني أن احنا مش بس عايزين نحققه تلات بطولات لأ احنا عايزين احنا حققنا بطولات في موسم كله ومخسرناش فيه غير ما تشو واحد كانت تحصيل حاصل فده كان بنسبة لي أن احنا بالرد اعتبار أن احنا رجعنا وكان بطولة الدوري كمان كنا أخذناها من نادي الشمس اللي كان أخذ مننا الدوري الموسم اللي قبله بطولة الكاس كنا أخدناها من نادي سبورتنج اللي كان أخدها مننا بمسم اللي قبله فمن نسبة لي دول كانوا أغلى بطولتين أصعبهم بقى أصعبهم كانت بطولة الدوري المسم اللي قبل اللي فيديه كانت بالنسبة لي أصعب بطولة لأنها برضو كانت جاية هو نظام شوية مش دوري زي دور مش زي دوري كورت القدم هو نظام عندنا غريب شوية يعني كل الفرق بلايه ببعض رايح جاي بعدين تتلعي دور بعده ست فرق يلعبوا بعض رايح جاي انت طلعوا زيرو بوينت يعني انت إحنا مثلا كنا الدور ده مخسرنوش ولا ماتش وفرق ما بيننا وبينت التاني تمانية بوينت مثلا رحنا الدوري اللي بعده زيرو بوينت كلنا زي بعض يعني أول زي سادس فروحنا بعده أول أربع فرق يلعبوا بعض تاني مجمعتين فالموضوع كان دوري طويل قوي 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 فأن أنت تفضلي محافظة على الصدارة وأن أنت تقضيها دي كانت بالنسبة لي أهم بطولة مجهود صراحة يعني اللي أنت بتوصفي ده مجهود أنك تبتدي من أول ماتش إلى آخر ماتش بنفس الأداء بالزبط بالزبط نفسيا وبدنيا بالزبط